منعت ميليشيات الحوثي وصول مساعدات إغاثية دولية لقرى ثقيرة في ريف العاصمة صنعاء بسبب رفض تلك القرى إرسال أبنائها للقتال معهم في جبهة الساحل الغربي اليمني وبحسب السكان فإن نقاط أمنية تابعة للحوثيين أوقفت الناقلات المحملة بمساعدات غذائية إلى المتضررين من الحرب والفقراء في مناطق بأطراف محافظة صنعاء والمدريات والقرى التابعة لها أبرزها خولان وأرحب وبعض مناطق سنحان وضفوا أن تبرير الميليشيات كان رفض الأهالي تسليم أولادهم للحوثيين لزجهم في جبهة القتال وأفادت مصادر محلية بأن نقطة أمنية حوثية على مدخل العاصمة عرضت على منظمة واحدة على الأقل أخذ نصف المساعدات مقابل سماح لها بالمرور إلى مناطقهم المستهدفة وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أربع اتفاقيات دولية لتقديم إعانات إنسانية لليمن مع كل من المنظمة الدولية للهجرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وأتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وأضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله الربيع أن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة تعزيز فرص تعافي الاقتصاد وتمكن الشباب والعاطلين عن العمل مهنيا واقتصاديا كما تساهم برفع طاقة المرأة المعيلة لأسرتها وتمكن أسر الأيتام من الاعتماد على النفس وإيجاد فرص عمل مستدامة في اليمن فيما تجاوزت قيمة هذه الإعانات الخمسة ملايين دولار من الرياض الدكتور سامر الاشطيلي ينضم إلينا وهو المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور سامر أهلا بك معنا في نشرة الربيع على شاشة العربية أبدأ مع حضرتك بمزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات الأربع الجديدة نعم أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام أهلا بكم الحقيقة أن هذه المشاريع تصب في محور التعافي المبكر للمجتمع اليمني بحمد الله عز وجل بعد أن استقرت الأمور في أكثر أنحاء اليمن بدأ المركز يتوجه مركز الملك سلمان الإغاثة والمال الإنسانية يتوجه إلى مرحلة ما بعد الإغاثة العاجلة ألا وهي مرحلة التعافي المبكر هذه المشاريع الحقيقة الأربعة وهي الحقيقة منظومة مشاريع وليست مشاريع أربعة لأن كل تحت مشاريع هناك عدد من المستهدفات قد يكون كل مستهدف منها مشروع بحد ذاته هذه المشاريع بتفاصيلها الحقيقة تهدف إلى إعانة الفئات الأكثر ضعفا سواء كان في مجال سبل العيش في مجال تأهيل أيتام وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل وتأهيلهم لسوق العمل في مجال التعليم وفي مجال الزراعة لو الوقت يسمح أستاذة لارا ممكن أن أتكلم عن بعض التفاصيل في مشروع واحد كمثال الحقيقة مثلا مشروع الذي تم توقيعه إثلاف الخير لغاثة الإنسانية بإجمالي مليونين ومئتين مليون دولار مليونين ومئتين ألف دولار يهدف إلى تحسين سبل العيش الزراعية في خمس محافظات أمني مستقرة وتحسين كذلك معيشة النساء المعيلات والأسر الأشد فقرا لعل أذكر هنا أنشطة المشروع باختصار أحد أهم الأنشطة الحقيقة هي عقد دورات تدريبية لأصحاب المهنة الزراعية والراغبين في العمل وإكسابهم مهارات في الزراعة في البيوت المحمية وحفظ وتغليف المحاصيل والمتجات الزراعية الشق الآخر أو نشاط ثاني مهم جدا هو التدريب المهني والمالي وتمكين المستفيدات والمعيلات الأشد فقرا وذلك من خلال تأهيل المعيلات في مجال مهنية في الخياطة صناعة العقائب التجميل صناعة المعجنات الحلويات الحلويات صناعة العطور وغيرها صيانة الجوالات الأسعافات الأولية الطلاء والديكور هنا إجمال لمستفيدات ألف ومئة شابة يضمن لهم هذا البرنامج التأهيل والعمل كذلك إيجاد وظائف لهم بعد التأهيل في سوق العمل كذلك إكساب المهارات في الدين والإدخار موارد مالية الخدمات المصرفية والأقراض والمفاوضات مالية وغيرها هذا مثال واحد لكن هناك مثلا أمثلة في التعليم في الزراعة في تأهيل أيتام وهكذا طيب دكتور نلاحظ الآن أن الاتفاقيات التي تعقد هدفها مشاريع على أمد قريب متوسط وبعيد لم نعد فقط نتحدث عن مساعدات آنية من مركز الملك سلمان كمثلا مساعدات غذائية فقط أو طبية هل الآن فعلا في انتقال لمرحلة أخرى من المشاريع في اليمن تهدف إلى تنمية على مدى أكبر هذا صحيح أنا أشكرك على هذه الإشارة الحقيقة مركز الملك سلمان منذ بداية عمله في اليمن كان هناك الحقيقة شق ربما لم يكن وزنه أو حجمه في البداية الحجم الكبير ألا وهو شق الدعم المجتمعي وهناك إدارة في المجتمع عفوا في المركز تسمى إدارة الدعم المجتمعي وهي تعنى بالتعليم بسبول العيش ببرامج بالمشاريع الصغيرة الحقيقة هذا الشق كان موجود وكان يعمل عليه المركز لكن كان يغلب على طابع العمل في البداية كما أشرته أستاذ الأرى أن طابع العمل هو طابع الإغاثة العاجلة لأننا نحن نتعامل مع حال الطوارئ الآن الحقيقة نحن في مرحلة التعافي المبكر لذلك سوف تسمعوا كثيرا عن مشاريع تتعلق بالتعافي المبكر تتعلق بالبنية التحتية تتعلق بالتنمية المجتمعية ولعل هنا سوف تسمعون كثيرا عن أدوار شركاء مهمين جدا وهو دور صندوق السعودي للتنمية وكذلك صندوق أعمار اليمن وهنا لعلي أذكر أن سعادة السفير باليمن لتوه قد أعلن عن إقامة مشاريع تعتبر بنية تحتية الحقيقة ومشاريع تنموية من أهم الحقيقة مشروع مطار مأرب وهو مشروع كبير جدا يخدم منطقة محافظة مأرب بالعموم كذلك أعلن السفير عن مشاريع تنموية في جزر سقطرة بحوالي مليارين تقريبا ريال عندما نتحدث عن مشاريع بالتعاون مع منظمات كمثلا هذه الاتفاقيات الأربع الآن هذا يعني أن مركز الملك سلمان هو الذي يمول وهذه الجهات أو المنظمات الأخرى هي التي تنفذ على الأرض هذا صحيح بالإضافة إلى شريك ثالث وهو الشريك الرقابي وهو الذي يوقع معه اتفاقية نسميها اتفاقية الرقابة المتابعة وهذه الاتفاقية لها محاورها ولها معاييرها بحيث نضمن أن هناك شريك موجود على الأرض يستطيع أن يزود المركز بتقارير دورية عن أداء الشريك المنفذ نعم شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة معنا عبر شاشة العربية من الرياض كان معنا إذن الدكتور سامر لشطيليا المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اشتركوا في القناة